السلام عليكم بعد ما شوفنا مونة زاكي وهي بتقلع بدون اي خشة ولا اي احترام وان مشكلة لما قلع الاندروير بنتها ليلي كان ليها رأي في الفيلم اصحاب واللي اعزوا دور والدتها في الفيلم بعد هجوم عمر اديب على كل الجمهور حرام عليكم بتخربوا بيت مونة زاكي واحمد حلمي البيت بيتفتت وبيتدمر ده عندهم اولاد ليه بتعملوا كده هنشوف رأي بنت احمد حلمي واول رد من احمد حلمي بعد انباء طلاقه من مونة زاكي كل الانباء بعد ما شوفنا فيلم من بدايته لنهايته قذر كله ما يتقلش عليه بقى اصحاب ولا اعز لا يتقل عليه اصحاب ولا اوساخ اللي تقدب سفالة وقاحة عري عفن فني مش قادرين نقول فن والمشكلة انك بتلاقي ناس كمان بتدعمها يعني نقيب المهنة التمثيلية طالع يقول لا انا عمري ما هعاقب مونة زاكي ده قدت دورها ببراعة واي فنان بيقدم دوره لازم نحييه ونقف جنبه كذلك الهام شهيني اللي بتقول انا زعلانة جدا ده الغرب بيقلعه ملت جات علينا احنا علشان قلعت قطعة ملابس انتو ما شفتوش ايه تحتها هو ناقصية اكتر من كده عايز اسأل احمد حلمي سؤال في دور في الفيلم ده بتاع اصحاب والاقعاز بتاع بنوتة لسه 18 سنة يعني من عمر بنته وطلع وولدتها بتفتش في شنطتها وشافت في الشنطة واقي زكري للأسف بعد كده البنت ما هتمتش بولدتها خالص وطلعت وقالت لأ والدها قال لها ازاي بتفتش في شنطة بنتك يا ترى احمد حلمي يقبل ان بنته تكون بالوضع ده حقيقة يعني بنته تاخد في شنطتها واقي زكري وبتكون عارفة ولده على علاقة به يرضى على نفسه حاجة زي كده امه الله هو ما يرضاش يعني طب ليه بيصدروا للناس لينا هنا المنظر ده ويكون عادي خالص وما فيش اي مشكلة ويكون حرية رأي وحرية تعبير وحرية اختيار عيب او كفايانة وقاحة وقلة ادب مش عشان نحاكي الغرب لازم نكون قلالات الادب ممكن بفننا الراكي والمحترم نكون افضل واحنا فعلا افضل بعادتنا وتقاليدنا وابدنا بنت احمد حلمي واحمد حلمي ومونة زكي وفيه انباء عن طلقهم وشائعات بس اعايز اقول لحضراتكم حاجة هما ولا هيتطلقوا ولا هيحصل طلق لان رد احمد حلمي هو كان مطرح ما تحط راسك حط رجليك وزاد التفاعل على مواقع التواصل الخاصة به بنسبة اكتر من 200% فبالتالي هو كمان مستفيد بعد المبلغ الضخم اللي تقاضته مونة زكي داخل الفيلم وهو 30 مليون جنيه على فيلم متصور وان شوت بنفس اللبس في قوضة مغلقة على طولة سبع اصدقاء بيلعبوا لعبة وتاخد المبلغ ده لانه هو انتاج نتفليكس طبعا ناس هتقول لي مهي مدفوعة الاجر اه مدفوعة الاجر ولكن الموضوع بيتشير وخصوصا ان اللي ممثلة فيه وحدة مصرية يعني بمصورة صورة ان احنا كده المصرية الجنسية الشزوز كمان انها بتشرب الخمر بتسب الدين يا محترمة عيب عليكي ايه كمية السفالة وقلة الادب والوقاحة اللي انتو بتصدروها يعني يرضيكي بنتك تكون بالمنظر ده اعتقد انتو شكلكو كده اصلا بتدعموا الشواز بيتشربوا خمر مش فارق معاكم لكن لو انتو مش فارق معاكم احنا فارق معانا مليون في المية وهنقف وهنتصدى وعمر قديب اللي طالع يطبل ليهم ويقول لأ ايه المشكلة ده ده دور مالوش علاقة لأ لو رب البيت حاسم وحازم ما كانش ساب مراته تطلع تقلع وتلاقي ناس كتير للأسف بتأيدها وبتقول انتو شعب ومتخلف وجاهل اذا كان هو ده التخلف والجاهل فاحنا راضيين به يا منحطين يا أولالات الأدب ياللي بتحاولوا تتفرضوا سياستكو قليلة الأدب برضو عارفة ان في ناس متعودة تسمعني هتهاجمني وتقول لي رد فعلك ليه كده انت دايما هادية بس تصدقوني لازم نتصدى لهذا الفيلم لازم بنت مونة زكي طبعا اللي هي اسمها ليلي الكبيرة عند مونة زكي طلعت وصرحت أصرحات بعض الفيلم وقالت انا فخورة جدا بولدتي وبالعمل اللي قدمته لان كل بيوتنا فيها مشاكل مش لازم كلنا نطلع نتكلم فيها ولكن هي بتصور الدور بتاعها وانا فخورة بولدتي بكل الأعمال اللي بتقدمها مهما كان وايضا فخورة بولدي أحمد حلمي لان انا كمان شايفة ان هم بيقدموا رسالة بس انتو اللي مش فاهمين طبعا بنت أحمد زكي ومونة زكي سوري بنت أحمد حلمي ومونة زكي لازم هتكون بالمنظر ده اذا كان والدها رفع قرون ووحادي خالص ومش مشكلة عنده يبقى خده من البيت اللي تربى فيه كده اي حاجة ياريت رأيكم في التعليقات وبعتزر على انفعالي سلام عليكم